كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة وأضف الرئيس السيسي على حسابه على منصات التواصل الاجتماعي أن التكليف الجديد جاء لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة عقب تكلفه بتشكيل الحكومة تقدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على تجديد ثقته في توالي المسئولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة معاهدا الرئيس السيسي على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطني وأبنائه وأضف مدبولي أن هناك تكلفات محددة من الرئيس السيسي سيتم العمل على تنفيذها فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد وتقدم مدبولي بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين ونوابهم وجميع أعضاء الحكومة على ما بذلوه من جهود مضنية في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبقة نفى مصدر رفيع المستوى ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حاول اعتزام مصر بناء حاجز جديد على الحدود مع قطاع غزة وأكد المصدر أن مصر ستواصل اتصالاتها مع كافة الأطراف للتواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالقطاع وأشدد على أن مصر تتمسك بدوفير كافة الدعم لمواطن القطاع وتعمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية بغزة وقال المصدر رفيع المستوى أنه تم إدخال أكثر من 950 شاحنة مساعدات من مصر إلى غزة الأسبوع الماضي عقد وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات اجتماعا افتراضيا ناقشوا خلاله تطورات جهود الوساطة للتوصل لصفقة تنتهي بوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق صراح الرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات بشكل كاف إلى قطاع غزة وأكد وزراء الخارجية دعمهم لهذه الجهود مشددين على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكي بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة وأكد الوزراء ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها وعودة النازحين إلى مناطقهم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع وإطلاق عمليات إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتوقيتات محددة وضمانات ملزمة نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو ما ورد في تقارير إعلامية أمريكية عن اعتزامه إلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي في الثالث عشر من يونيو وأفاد مكتب نتنياهو لوسائل إعلام إسرائيلية أن موعد كلمته أمام الكونغرس لم يتم تحديده بشكل نهائي ودعا قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب والشيوخ الأمريكي نتنياهو الأسبوع الماضي لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس وذلك في رسالة أعربوا فيها عن تضامنهم مع إسرائيل استشدى ثلاث فلسطينيين وقرح آخرون فجر اليوم بقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم لبريج وسط قطع غزة وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت الليلة الماضية أربعة أبراج سكنية في مخيم لبريج وسط قطع غزة حيث أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت برج المغاري السكني بصاروخ واحد على الأقل كما استهدفت برج الأحلام ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة منافسه الجمهوري دونالد ترامب ووصفه بأنه مجرم مدان وذلك للمرة الأولى منذ إدانة الأخير في محاكمة جنائية تاريخية الأسبوع الماضي وقال بايدن خلال مناسبة انتخابية لجمع التبرعات إن الحملة الانتخابية دخلت منطقة مجهولة مضيفا أنه لأول مرة في التاريخ الأمريكي يسعى الآن رئيس سابق مجرم ومدان للوصول إلى منصب الرئاسة وفقت الحكومة الكورية الجنوبية على مقترح بشأن التعليق الكامل للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 وذلك ردا على إطلاق كوريا الشمالية لمئات من البالونات التي تحمل القمامة تجاه جارتها الجنوبية خلال الأيام الماضية وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن تعليق الاتفاقية سيسمح بإجراء تدريبات عسكرية بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكري والقيم بحملات دعائية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود